اهلا بكم بدأ يطار المليشيات التنسيقي طرح اسمي رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حزب الدعوة نور المالكي كأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة القادمة التي يعتزم تشكيلها الإطار بعد الاستقالة الجماعية لنواب الصدر ويأتي تداول اسم المالكي لرئاسة الحكومة بعد يوم من استقالة أو بعد أيام من استقالة تيار الصدري التيار الصدري وذلك في سياق الصراع السياسي المحتدم بين الصدري والإطار التنسيقي الموالي لإيران مصادر في بغداد أيضا وفي داخل إطار المليشيات التنسيقي كشفت عن عدة أسماء مطروحة أخرى لتشكيل الحكومة مثل قاسم الأعرجي القياد في مليشيا بدر وعضو حزب الدعوة محمد الشياع السوداني ومحافظ البصر الحالي أسعد العيداني بصفتهم مرشحين محتملين لتولي هذا المنصب لكن يبقى المالكي هو المرشح الأقوى لحيازة كتلته الأغلبية داخل إطار المليشيات التنسيقي الناشطون العراقيون قالوا تعليقا على طرح هذه الأسماء المستهلكة لتولي رئاسة الحكومة إن قوى العملية السياسية أثبتت مرة أخرى عقمها وعجزها عن تقديم أي شخصيات رسينة ومقنعة للرأي العام العراقي فكل هذه الشخصيات المطروحة الآن لتولي المنصب منصب رئاسة الحكومة ظالعة ومتورطة بشكل أو بآخر بجرائم قتل وانتهاكات وقضايا فساد ونهب للمال العام خلال الفترة الماضية إعادة تدوير قوى العملية السياسية نفس وجوهها المتهمة بالقتل والفساد لتولي أو تشكيل رئاسة الحكومة القادمة هو الذي سنفحته في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية ألا يدل طرح إطار الميليشيات أسماء مستهلكة ومنبوذة سياسية لتولي رئاسة الحكومة يدل على فشل وعقم قوى العملية السياسية وما الذي ستقدمه هذه الأسماء الطائفية الملطخة أيديها بالدماء والفساد ونهب المال العام للعراقي والشعبي أليس الأولى أن تكون هذه الأسماء الفاسدة خلف القضان بتهم القتل والتهجير والخطف والفساد وليس في صدارة المشهد السياسي في العراق ألا تقدم القوى السياسية بإعارة تدوير نفس الساسة الفاسدين تقدم وقوداً بجانياً لثورة شعبية قادمة وكاسحة ضد العملية السياسية الفاسدة ألا يثبت الصراع المحتدم بين الصدر وشركائه في البيت الشيعي تهافت طروحات ومقولات إجراء الإصلاح والتقويم من داخل العملية السياسية ضيف الطاولة رافع الفلاحي نوري حمدان أكثر من تسعة أشهر بصراعاتها وتجاذباتها وبالنهاية عادت العملية السياسية بخفي بول بريمر وأدركت أن لا ضمان لاستمرارها إلا بالمحاصصة الطائفية وفق القواعد والمبادئ المعهودة منذ الاحتلال الأمريكي تحالف الفتح كشف عن اتفاق الكتل السياسية على المضي بتشكيل حكومة جديدة وفق مبدأ التوازن والتوافق ملمحاً إلى أنه استطاع إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بمشروعه حيث فرضت الظروف البرلمانية معطيات جديدة بعد استغالة أعضاء الكتلة الصدرية وإن كان خلف الكواليس باقي دور مقتدى الصدر باعتباره جزءاً من شراكة الفساد والاستبداد وله في كل حكومة النصيب تسريبات لأسماء مرشحة لرئاسة الحكومة من بينها أسماء لها تاريخ طويل في عمليات الفساد ومتورطة بصفقات مشبوهة إضافة إلى أسماء لها دور طائفي وإجرامي ويمقطوها الشعب العراقي لكن لا غرابة في ترشيح هذه الأسماء فالكتل المنبثقة من رحم العملية السياسية لن تأتي بشخصيات من خارج منظومتها لا تحقق مصالحها أما الحقائب الوزارية والمناصب فلن توزع إلا بحسب رغبة الميليشيات فتعطي لأجنحتها السياسية المناصب السيادية والمؤثرة وتترك للكتل الشكلية مناصب غير مهمة فهي على الهامش دائما سواء تحالفت مع الصدر أو الإطار التنسيقي ومن شدة ما تكرر العملية السياسية ذات الوجوه وتدور في نفس الدائرة بدأت الشيخوخة تظهر عليها وتكثر التصدعات في جدرانها وكل هذه المؤشرات تنذر بانهيار هذا البناء الذي أغرق البلاد بالطائفية والفساد والتخلف والجهل على مدى 20 عاما من الزمن أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي ستبحث في إعادة تدوير قوى العملية السياسية نفس الوجوه السابق المتهمة بالقتل والفساد مرشحة لرئاسة الحكومة القادمة في العراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وسيكون معنا عبر سكايب الكاتب الصحفي الدكتور نوري حمدان أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين حياكم الله ونبدأ مع الدكتور رافع الفلاحي أهلا وأهلا دكتور دكتور أيضا قوى العملية السياسية الآن الحقيقة طرحت عدة أسماء مستهلكة والحقيقة معروفة ومرفوضة ومنبوضة المالكي الشياء السوداني قاسم الأعرجي هادي العامري هذا التدوير لنفس الوجوه منذ عشرين عام من بداية العملية السياسية هل لي أن هذه الأسماء مخضرمة في العمل السياسي وإدارة الدولة كما قال القيادة في حزب الدعوة حسن سنياذ الآن نحن الذين نعرفه نحكم والآخرون يتأسون بينا بل معجبون بالتجربة أم هو يدل على عقم وفشل هذه القوى لا تستطيع أن تأتي بشخصيات على الأقل يعني في الظاهر مقنع للرأي العام في العراق بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك أستاذ ماجد أحييك وحيي ضيفك الكريم الحقيقة أنت خلال عشرين سنة مضت من عام الفين وثلاثة لحد الآن نحن والشعب العراقي عموما يراقب وسلته مفتوحة ينتظر أن يضعوا فيها شيئا مفيدا طوال هذه السنوات العشرين يراقب والتاريخ يسجل يسجل الأحداث ويسجل الإنجازات نعم سلبا وإيجابا وبالتالي أنت بعد عشرين سنة تجلس لكشفك حساب الآن في هذا البرنامج وكأننا نفتح سجلات كشف الحساب لنرى ماذا فعلوا خلال عشرين سنة هل يستحقون هؤلاء أن يحكم العراق بهذه الطريقة هل تغير شيء هل في الأفق ما هو يدل على أن هناك شيء جديد في حكم هؤلاء وإذا بك تتفاجأ لا تتفاجأ الحقيقة آسف لهذه العبارة كأنك يعني تتأكد مئة بالمئة أن هذه الطغمة التي حكمت العراق منذ عشرين سنة لحد الآن هي طغمة فاسدة مخربة مدمرة أدوات للتخريب لكن لديها ملاحظة جدا مهمة في حديثكم وفي سؤالكم هل هم مجموعة من الفاشلين وما يقدرون يقدمون شيء الحقيقة إذا ما أخذنا الإطار الذي يحكمون به العملية السياسية وجئنا لتقييم الإطار وبعد ذلك نقيمهم داخل هذا الإطار في خدمة هذا الإطار هم مجموعة من الناجحين جدا مجموعة من القيادات التي كانت مخلصة جدا وناجحة ومتألقة في الحفاظ على هذا الإطار في خدمة هذا الإطار الإطار فاشل العملية السياسية تقصد بالإطار نعم نعم أقصد العملية السياسية بنيت على أساس المحاصصة بنيت على أساس الصراعات بنيت على أساس الفساد والخراب وتدمير العراق وإصال العراق إلى حالة من الموت السريري لتتغول عليه إيران وتتغول عليه كل الدول ويصبح ساحة لصراعات الجميع مثل ما هو حاصل الآن بعد 20 سنة ولا تعرف إلى أين يتجه مئات البوصلات مئات الأهداف وكلها أهداف وهمية وكلها أهداف خاصة بفئات صغيرة ورايات صغيرة ولا توجد راية واحدة أساسية راية موحدة تجمع الجميع راية جامعة أقصد هذا واقع الحال فبالتالي هؤلاء أجراء خدموا هذا المشروع كانوا قمة في التألق في خدمة هذا المشروع لذلك هم يعتقدون وحسن السنيد وغيره عندما يتعدثون نحن نحكم بهذا لأنهم فعلاً كانوا مخلصين لهذا الإطار بهذه الطريقة وحافظون على قطار هذا الإطار العملية السياسية على سكته حتى يذهب إلى المحطات التالية لكي يصل العراق إلى قعر الهاوية وهذا ما يحصل الحقيقة العراق فيه فوضى سياسية فوضى اجتماعية فوضى أمنية فوضى اقتصادية فوضى في كل الاتجاهات وبلد مخرب بشكل كامل والآن بعد عشرين سنة أنت ترى هذه الوجوه الآن ننظر من ناحية الشعب تنظر إلى هذه الوجوه التي يطرحونها لرئاسة الوزراء أو للحكم أو طريقة الحكم تجد أن هؤلاء طوال عشرين سنة لم يقدموا شخصاً واحداً شخصاً واحداً وأكد شخصاً واحداً يستحق أن تنظر إليه أو تعتبره ربما به شيء يمكن أن تسمع إليه الحقيقة هؤلاء مجموعة من الفاشلين إلى الدرجة الغريبة عجبة من وجهة نظر الشعب أنا الآن تحدثنا عن وجهة نظر العملية السياسية وهم كيف يتصرفون فيها الآن وجهة النظر العامة كوطن هؤلاء من أسوء النمالج لماذا لم تستطع هذه الشخصيات الموجودة الآن في الحكم ربما لديها أكثر من ثلاثين سنة في المعارضة ضد النظام السابق عشرين سنة في الحكم الآن دعمة دعم لا نظرة له شخصيات عاشت واحتكت في الفضاء السياسي في الغرب معظمهم عاشوا في أمريكا وبريطانيا وفي أوروبا وأيضا الحقيقة كثير منهم لديهم شهادات وأيضا يعني هذه التجربة أربعين سنة في ميدان العمل السياسي أو ستين أو خمسين سنة بالمعارضة وفي الحكم لماذا هذا العقم هذا العقم ناتج من أساسا ما هي الأدوار المطلوبة منهم ما هي المهمات المطلوبة من أدوهم وما هو تفكيرهم يعني وما شكل المعارضة التي كانت حتى نقول أنها معارضة بالفعل الحقيقي هي كانت معارضة حقيقية عندما تضع يدك بيد الأجنبي لغزو بلادك أنت معارض وهذا مفهوم المعارضة ثلاثة أربع هذه القوى قاتلت العراقيين بغض النظر عن شكل النظام لا نتحدث عن شكل نظام سابق لا نتحدث لكن على الأقل كانت حرب عراقية إيرانية وكان جيش العراقي فيه من السنة والكرد والشيعة والمسيحين والمسلمين والأزيدين والصابعة وكل هذه مليون عراقي قاتل على الجبهة عندما تقاتل هذا الجيش أنت تقاتل شعب كامل تقتل منه هذه العامر وغير هذه العامر نماذج من هؤلاء وبعد ذلك تأتي لتحكم هذا البلد وتتحدث عن الوطنية هذا شيء خارج سياقات العقل والمنطق والرؤى يعني كيف يمكن هذا كيف تقيسه في كل بلدان الدنيا هؤلاء يقبضون عليه محاكمونهم على أنهم خوانة ويعدمونهم بتوبة الخيان العظمى الخيان العظمى أنت في العراق يكرمونهم ويحكمون البلد هذه غريبة عجيبة هذه حادثة غريبة عجيبة لذلك أن أقول أن الإطار السياسي وهذا العملية السياسية هي مطلوب من أن توصل العراق لهذا المستوى عند شهادة ما عند شهادة عايش في أوروبا نعم هو هذا الدور وهؤلاء لذلك قلت أنهم يعني كانوا متألقين في خدمة هذا الإطار بخدمته في أن يكون بهذا الشكل ويؤدي بالعراق إلى ما أدى إليه الآن دكتور نوري مساء الخير أولا نورا أهلا وسهلا بكتر ماجد وتحياتي لدكتور الفلاحي أهلا وسهلا دكتور قد يقول أو يقول أنصار السلطة أو محب للسلطة أو مؤازروها أن هذه الأسماء التي الآن قضت في التجربة 20 سنة في الحكم على الرغم من كل السلبيات موجودة لكنها هناك تجربة وليس هناك تجربة مثالية في كل الحياة أليس أفضل أن تأتي إلى الحكم وطبعا مارست أيضا مسؤوليات يعني مختلفة منهم من كان مدير عام ثم أصبح وزير ثم ما أصبح نائب رئيس وزراء وما لا ذلك أليس أفضل مع هذه التجربة التي فيها سلبيات أن ترشح وأن تكون على رأس الحكومة أفضل من الإتيان بشخصيات أو بوجوه تجربتها ضعيفة أو قليلة في الحكم دقيق هذا نعم نعم شكرا لك وحقيقة يعني الوصول للمناصب الحكومية يفترض أن تكون في سلسلتها الإدارية الطبيعية وفق المناصب الإدارية والحكومية نعم لكن المواقع السياسية هي تنتج يفترض أنه في نتائج الانتخابات وهذا ينتج لما تكون عندنا عملية سياسية سليم لما يكون عندنا قوة سياسية فعلا هي أحزاب سياسية تنتج العمل السياسي في نظام الداخلي وكذلك برنامج السياسي والاقتصادي هذه القوة اليوم حقيقة اللي موجودة على نستاذ مانجد ولا تمتلك لا برنامج سياسي ولا تمتلك برنامج اقتصادي وليس لديها أنظمة داخلية ولدينا تجارب عديدة هذه القوة السياسية للانقسامات اللي موجودة تكون فيها بسبب حصول على منصب حكومي أو بسبب حصول الخلاف على فساد إداري يعني عقود كيف يحصوها بداخل الدولة فهذه القوة الموجودة اليوم لا يمكن لها أن تنتج شخصيات قادرة على إدارة البلد في مناصبها في مناصب مختلفة في المواقع المختلفة في إدارة الدولة إذا كانت على مستوى المدراء أو على مستوى حتى رؤساء أقسام ووكلاء وزراء ووزراء كل المناصب بشكل عام هذه القوة السياسية هي أثبت عدم قدرتها على إنتاج قادة اجتماعيين وقادة سياسيين وقادة إداريين بالتالي لا يمكن أن يخرجوا ببديل لما هما فيه يعني كل انتخابات اسمع لي دكتور لو أن هذه القوة الآن قدمت وجوها جديدة شخصيات مختلفة لم يعرفها الرأي العام شخصيات على قدر من التعليم من التجربة من النزاهة تعتقد مع بقاء نفس الإطار أن الوضع سيختلف هذه الشخصيات الجديدة النزيهة الغير مؤشر عليها فساد تستطيع أن تعمل ضمن نفس هذا الإطار إطار العملية السياسية بهذه القوة المهيمة عليه منذ العام 2003 إلى اليوم سيختلف أستاذ ماجد حقيقة الإطار التنسيقي في داخله أكو نقاشات حول تشكيل حكومة ورغبة حقيقية حول تشكيل حكومة من المستقلين ولكن عنوان المستقلين هنا يفترض أنه نضح أمام استفهام من هم المستقلين كيف ممكن ينميزهم مستقلين عن أحزابهم وهم يعملهم ضمن الإطار أو مستقلين عن السياسة الإطار الحام هو الواقع الحقيقي الإطار التنسيقي يريد أن يهرب أو يهرب أحزاب وقوات سياسية من مسؤولية الحكومة التي ستشكل وبنفس الوقت يريد أن يكون هو المسيطر على قرارات الحكومة بالتالي هو يسعى حقيقة يعني هناك رأي في الإطار التنسيقي بأنه يشكلون حكومة مستقلين للهروب من المسؤولية أمام الناس وأمام الرأي الحام وفي نفس الوقت هم يبقون مسيطرين على الحكومة من خلال رئيس الحكومة التي سيختار وهذا يعني حقيقة هو عدة عناصر بي يعني أولا الرأي العام العراقي الرافض بتشكيل حكومة من إطار التنسيقي وكذلك حتى عديد من الدول الحالة بمقدمة الاتحاد الأوروبي نالك أنباء على أنه لا تتعامل مع حكومة تشكلها الإطار باعتبار أنه الإطار وقف في أمام تشكيل الحكومة قد تكون نتاج الانتخابات برغم كل ملاحظاتنا حليها التي مضت تعرف التوشكاليات التي صارت هذه كلها أسباط هم الآن يريدون يخرجون من هذا المأزق حقيقة لا يمكن في ظل هذا في هذه النتائج يعني نتائج الانتخابات وما مع الانتخابات والمفاوضات التي حدثت وحباط تجربة إنقاذ وطن هذا كله يعكس على أنه أي شخص كان مهما كان بطوطه الذي سيكون رئيس حكومة لا يمكن له أن يتخذ قرار واضح سنتحدث عن هذه النقطة قضية طرح هذه الأسماء الحقيقة المنبوذة سياسيا والمتهمة وأيضا موقف الرأي العام العراقي وأيضا ناشطي متظاهري ثورة تشرين نتحدث عنها دكتور هذه الأسماء التي يراد تقديمها من قبل القوى العملية السياسية الميليشيات كلها متهمة بسفك دماء بانتهاكات بنهب للمال عام مساهمون فاعلون في هذا الوضع الذي أسميت أن وصلنا إلى القاع وما بعد القاع الآن ما الذي يمكن أن تقدم هذه الأسماء هؤلاء فعلا تقديم هذه الأسماء كيف هؤلاء يقنعون الرأي العام في العراق أن هذه الأسماء ستقدم شيئا مختلفا عن ما جرى عن ما رآه العراقيون في المرحلة القادمة ما الذي سيقدموه هؤلاء المشكلة في قضية فهمهم أو طرحهم لأنفسهم يعني هؤلاء الذين يحكمون العراق والعمل السياسي منذ عام 2003 لحد الآن بأحزابهم بقواهم بميليشياتهم ينظرون إلى أو يقولون هكذا لا ينظرون يقولون هكذا أنه ما قدموه للعراق وهم لم يقدموا سوى القتل والتدمير والقراب والعراق وصل إلى هذه الحالة والسرقات والفساد والعراق دولة فاشلة ودولة في أعلى سلة من الدول الفاسدة وأموالها المبددة دولة متخلفة إلى هذه الدرجة في التعليم في كل شيء في المستشفيات في الصحة في الخدمات في كل شيء فوضة سياسية هم يقولون أنه إحنا نمثل الإرادة الوطنية والأمل للعراق هكذا يتحدثون لحد الآن حديثهم هذا عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة نعم يتحدث بهذه الطريقة أنه هذا الإطار التنسيقي هذا هو أمل العراقين هذا هو راح يشكل الوحدة الوطنية هذا هو اللي منها هو هو القادر على وحده على صناعة وطن رائع وتغيير هذا المنهج منهج غريب منهج يعني خارج العقل خارج المنطق عندما تضعوا في يعني أمام يعني في على طاولة القياس أو طاولة المعايير تضع معايير كيف تقيس عليه ما هي المعايير التي تضعها له ما هي القياسات لا تعرف الآن أعود مرة أخرى وأقول لك جرد الحساب يؤكد أنه هؤلاء يرون أنفسهم أنه هذا اللي يقدموا للعراق هو المطلوب يعني هذا الخراب هذا الدمار هذا هذه العملية السياسية يخدموها بهذه الطريقة وهي كل مخرجات مؤذية للعراقيين هو هذا المطلوب إذن على أهل العراق أن يذعنوا للأمور ويقبلوا بهم هذا وقع الحال لكن في نفس الوقت هذا يدل على غباء غباء مطبق لأن هؤلاء لو كانوا يقرؤون تجارب الشعوب الباقية وكانوا يقرؤون حتى تجارب الشعب العراقي تاريخ الشعب العراقي سيجدون أنهم في قمة الغباء لأنهم يعتقدون أنه بميليشياتهم بهذه الأسلحة بهذه القوة بعنترياتهم بإيران قادرين على أن يحكموا الشعب العراقي إلى ما لا نهاية وقادرين أن يمرروا كل هذه صفقاتهم كل هذا مشروعهم إلى محطة الأخيرة ويدفعوا هذا القطار إلى المحطة الأخيرة والعراق مستسلم لهم هذه نظرية خاطئة ونظرية ستعود إليهم بأسوأ الحالات لأنه بالتالي هذا الشعب له قدرة على الصبر له قدرة على التحكم بأعصابه له قدرة بالتحكم على ثورته دكتور تعتقد هؤلاء يعاندون هذا نوع من العناد السياسي ربما ليست القضية أيضا كلها أنهم لكونهم يعني يحركون من الخارج هذه أدوار رسمت لهم وكأنه صار هناك نوع من العناد وعملية ثأرية بينهم وبين الشعب في العراق من جراء الثورات والرفض لهم والمقاطع وهناك عملية ثأر وكأنه يقول أنا أجيب لك المالكي وأفرضه عليك هم من البداية هم لديهم ثأر مع الشعب العراقي قل لي من 2003 إلى حد الآن عندما تقرأ كل نتاجاتهم كل تصرفاتهم كل سياساتهم هذه كل انتقام من الشعب العراقي يبدو أن تقرأ التفاقمة وتوسع خاصة مع الحركات ضدهم لكن المهم في هذا هو ليس العناد هو الغباء لأنهم يعتقدون وهذا اعتقادهم هو القاطع هو لا مقتلهم يعتقدون أنه هذا السلاح في اليد قدرة اليد الباطشة الآن اللي يوم ويمتلكوها قادرة أن تقمع الشعب وخلص انتهت وكل أمور الشعب الآن بأيديهم لأنهم يمتلكون القوة يمتلكون سلاح يمتلكون ميليشيات ويهددون الشعب لذلك كل الأحاديث يعني لا تثوروا لا تطلعوا المظاهرات لكذلك لأنوا تقودون للفوضى تريدون ترجعون إلى المربع الأول وهم لا يقولون للشعب ما هو المربع الأول هذا الذي يتعدثون عنه وانتوا قطعتوا الشوارع وانتوا خربتوا كذا وانتوا تريدون تعيدون إلى المربع الأول ونحن لا نقبل بالمربع الأول ما هو المربع الأول هذا المربع الأول مثل ما يتحدثون كانت في فوضى سياسية والفوضى السياسية ما زالت قائمة كان بفساد والفساد ما زالت متفاقم نعم كانت في سيطرة إيرانية وميليشيات وما زالت السيطرة الإيرانية والميليشيات الآن تغولت أكثر إذن دولة بلا حدود محترمة دولة بلا سيادة بلا استقلال وهذا موجود ما زال موجود إذن نحن ورب على أول لم نخرج من أنه ورب على أول تعيدون إلى الفوضى ما هو العراق في فوضى هو هذا العراق يعني شو انطبق عليه خلي كل المعايير وكل المقاييس العراق بلد الفوضى فوضى متفجرة فقاعة من الفوضى سياسيا اجتماعيا خدمي كل اتجاهات طيب أنت وين تريد تودون العراق إذن هم يرون هذا الموضوع من وجهة تظرهم أنهم مسيطرين عليه نحن ندروح الفاصل نعم فهم سيطرين عليه لذلك هم قابلين بهذا ويعتقدون أن الشعب يعني مذعن إليهم ولن يثور سنتحدث عن قضية هذه الترشيحات وقود مجاني لثورة يعني شعبية قادمة نستأذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش معهما بعد الفاصل ابقوا معنا نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوات تبحث في تدويق قوى العملية السياسية لنفس الوجوه المنبوذة والمرفوضة لتولي رئاسة الحكومة القادمة في العراق ضيفها الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور نوري حمدان دكتور نوري إطار البليشيات الحقيقة بتقديم هذه عارة تقديم هذه الوجوه مرة ثانية لرئاسة الحكومة يعتقد أن الأزمة قد انتهت هذا الانفراج الاستعصاء السياسي قد انتهى قضية استحواذ الإطار على مقاعد التيار الصدري وتشكيل الحكومة نكون قد غادرنا وفعلا دخلنا مرحلة تشكيل حكومة الخدمة الوطنية كما سماها الإطار انتهت المشكلة الآن والصدر انحسر وأخرج من اللعبة نعم شوف أستاذ مالجة الحقيقة أنه تشكيل حكومة من دون التيار الصدري يسير وسهل عليهم راح يشكلون حكومة ولكن الحقيقة الصعب هو في استمرار هذه الحكومة الحكومة التي تشكل من قبل الإطار التنسيقي لا يمكن لها أن تكون حكومة خدمات لا يمكن لها أن تكون حكومة وطنية والمستنين الذي مضت هي تجربة وبرهان ولا نحتاج أدلة جديدة ولا نحتاج تجارب جديدة يعني الحكومة دكتور لو كان الصدر ضمن الحكومة الجديدة أو القديمة تتوقع أنه راح نكون احنا أمام حكومة خدمة وطنية الفساد فيها يعني في أدنى مستوياته عفوا لا لا عفوا مو هكذا أقصد ولكن أقصد بدون التيار الصدري هم يبسهوا ليشكلون حكومة نعم ولكن بصعوبة يستمرون هل التيار الصدري موجود في داخل الحكومة أو خارج الحكومة هي الحكومة وطنية والحكومة خدمات أكيد لا لأنه التجربة المضت التيار الصدري في الحكومة وليس بعيد عنها نعم وبالتالي أنه القوة السياسية بضمنها التيار الصدري هذه القوة يعني أنا للأسف حقيقة بس هاي نقطة لابد من تتفيد للأسف اصطلاحا نقول عليهم قوة سياسية ولهما مو قوة سياسية حقيقة يعني هواي عليهم نقول عليهم سياسي والحقيقة أن حكومتهم مرح تكون حكومة شو نقول عليهم دكتور يعني بصراحة قوة مليش شاوية ها قوة مليش شاوية بالضبط أو منطجية قوة فاسدة نعم متهمة بالفساد فبالتالي صعب جدا أنه نتحدث عن حكومة وطنية تقودها وتشكلها قوة لا يمكن وصفها بالقوة السياسية فهذا صعب جدا خليني أسألك أسألك قبل أن نتحول دكتور رافع نعم ما السيناريو المتخيل والمتوقع إذا ما مضى إطار الميليشيات وشكل الحكومة وتجاوز الصدر و73 نائبا وهو الكتلة الفائزة حكومة شكلت والتيار الصدري يعني دفع إلى الزاوية سيناريو متخيل في المرحلة القادمة الحقيقة هو هذا هو متوقع أنه حكومة راح تشكل راح يستمرون هما في هذا المجال وراح يحاولون يسحبون التيار الصدري أو يسحبون أجزاء من التيار الصدري ولكن كل هذا أنا ما يعنيني حقيقة أملي الكبير في إعادة ثورة الشباب نتحدث عن الثورة دكتور اسمعني نعم نحن نخصصين وقت للثورة وقضية الاستيناف الثورة لحراكة دكتور رافع هي هذا السيناريو الجديد ماشي هذا السيناريو الجديد نتحدث عنه بتفصيل أكثر هذا الصراع المحتدم بين عفوا دكتور رافع الصراع المحتدم بين الصدر وشركائه شركاء عشرين سنة ضمن البيت الشيعي شركاء ما قبل عام 2003 وعملية دفع الآخر أحدهما للآخر القفز عليه الحقيقة الآن يتم التعامل من الإطار مع مقتد الصدر على أنه هو العدو الآن أدعى العدو المبين ألا يثبت تثبت مقولة أنه إمكانية إصلاح العملية السياسية من داخلها وأزج بدماء جديدة وشخصيات جديدة أنه هذه الطروحات الحقيقة متهافتة إذا كان الصدر بهذه القوة من ضمن البيت الشيعي الآن يعامل على أنه عدو ويدفع خارج اللعبة فكيف بالآخرين مستقلين تكنقراط وطنيين يدخلون في العملية السياسية للإصلاح هذه الحقيقة الآن مقولة أثبتت أنها متهافتة وهشة نعم أستاذ ماجز يعني سؤالك هو يحمل الإجابة الحقيقة فعلا إذا كان هذا الصدر بهذه القوة التي يتحدثون عنها وبهذا الطريقة عملوا لكن القضية ليست بهذا الشكل يعني ليست ليست بهذه السهولة ننظر لها ربما وضعها الحقيقي أنه من عام 2003 لحد الآن هذه العملية السياسية مرت بأزمات كبيرة الشعب ضدها هم لا يعترفون الشعب من البداية وعى أنه هذه العملية السياسية هذه مصيبة هذه كارثة ومزقت الشعب ودمرته اتكأوا على الطائفية ودفعوا الناس إلى الطائفية وخطاب طائف وقتلوا ذبحوا وتهجيروا تغير ديمغرافي وبالتالي وين رح توصلون وصل العراق إلى الحضيظ وصل إلى مرحلة يعني غريبة عجيبة لا هو دولة ولا هو غير دولة لا هو مسيطر على وضعها ولا هو غير مسيطر الدول الخارجية تدعم نظام والشعب العراقي غير مقتنع بهذا النظام كل دول العالم تدعم هذا النظام والشعب العراقي اللي هو معني بهذا النظام غير مقتنع بهذا النظام قضية غريبة قضية فيها التناقض غريب جدا لكن في نفس الوقت العملية السياسية في مأزق كبير وجدت ثورة تشرين وضعت هذه العملية السياسية في زاوية حرجة كان لجيب إنقاذها جابوا لها حكومة مصطفى الكاظمي وحاولوا إنقاذها لم تنقذ الآن وصلوا إلى انتخابات سموها انتخابات مبكرة والشعب أكثر من 85% 90% لم يشاركوا طيب اللي دخلوا بالانتخابات هؤلاء الذين فازوا الكتلة الأكبر من عندهم هي التيار الصدري الآن انسحبت منبقة من هذه العشرة بالمئة اللي شاركت بالانتخابات بقى هؤلاء السقط مثل ما يقولون هي كل اللي شاركوا عشرة بالمئة وأكبرهم التيار الصدري انسحب طيب منبقة هل هؤلاء دكتور تصل إلى نتيجة وكأن هناك مقاطع مية بالمئة للعشرة بالمئة الخاسرين نعم فبالتالي أنت أمام حالة غريبة هل هؤلاء الذين يتحدثون عن وطنية وحكومة خدمة وطنية هذه تعبير جديد حكومة خدمة وطنية ومعرف منه ونعبر عن الوطن هؤلاء لا يمثلون شيئا يعني لا يمتلكون الشرعية الشرعية الشعبية القيادة في تيار عمال حكيم نعم يتحدث أن الموجودين بالإطار هم الذين يمثلون المكون الاجتماعي الأكبر اللي هم عشرة بالمئة معناها يعني عشرة بالمئة اللي شاركوا هو هذا الحقيقة أنت بالتالي هذا يعي ما يقول هو هذا الكارثة أنت ترى حجم التناقض هي هذه الصورة فبالتالي عندما صار الصراع بينهم وبين الصدر ليس صراعا من أجل تغيير العملية السياسية لا العملية السياسية باقية ويحاولون ينقذوها لكن الرؤى في إدارة العملية السياسية تختل الحقيقة السؤالي كان متعلق دكتور بالذين التحقوا بالعملية السياسية بطروحات أنه الحقيقة إمكانية تقويم وتعديل وإصلاح العملية السياسية من الداخل لا يجب أن نبقى متفرجين من خارج العملية السياسية وليس هناك من إمكانية تغيير المتفاق مجموعة من الكذابين ومنتفعين ليس أكثر يعني أو الموهمين يعني عتى لا يقولون هذا حكم قاسي وكذا الموهمين ليس أكثر لأنه في هذه العملية السياسية فيها الفساد على ما يمكن فيها الميليشيات فيها التعاكم مع عمر 20 سنة بقى أحد متوهم مع تجربة 20 سنة بالشعب ما كنت متوهم لا لا بالذين يدخلون ما أعرف يعني خلي اللي يكون حكمنا جازم وقاطع ونتهم أنه نحن متطرفين جدا قل نقول قسم منهم متوهمين فبالتالي أنت تنظر إلى هؤلاء من هؤلاء نحن نسل السؤال دكتور وننترك القصوة ماتك على جماعة الدكتور نوري دكتور نوري هل بقت فرصة أمام الذين ينمون إذا كانوا طبعا مع بين قوسين النواية الصادقة الذين فعلا يعتقدون أن هناك إمكانية لإصلاح العملية السياسية من الداخل أخذ مساحة لهم كمستقلين من خارج هذا الإطار سيسمح لهم بالإصلاح والتقويم فعلا إذا كان الصدر والذي هو ركن أساسي في العملية السياسية بهذه القوة الشعبية ميليشياوية أزيح وحجم هل هناك من فرصة لآخرين ممكن يتركون أو تعطى الفرصة ليست اليوم لا توجد فرصة حقيقة من 2018 انتخابات 2018 أثبتت بأنه لا يمكن إصلاح العملية من الداخل يعني هذا آخر المطاف وكل ما جرى ما بعد 2018 يؤكد بأنه لا يمكن إصلاح العملية السياسية من الداخل لا بد من قوة اجتماعية خارج العملية السياسية هي من تصنع عملية سياسية جديدة وهذه العملية السياسية التي صنعت بعد 2003 بإرادة المحتل يجب أن تتوقف يجب أن يعاد النظر برمتها وليس بأجزائها أو بالتفاعل في جهة ما أو المشاركة للوصول للبرلمان حتى أكون صوت الإصلاح وصوت الشعب هذه كلها شعارات حقيقة ذهب باتجاهها من يريد النفع حقيقة لا أتردد وخلي يعني زعلون مثل ما يقول لا أتردد كل من ذهب وشارك في الانتخابات الأخيرة وأسعف ومعاون إنقاذ العملية السياسية الميتة سريرية هو منتفع ومرتزق وبعيد عن الوطنية حقيقة ولا يحسب على شباب تشرين وثورة تشرين الحقيقة أنه اليوم يجب أن الكلمة تكون واضحة وصريحة وباشرة نحن أمام استعصاء تحجر حقيقي في العملية السياسية هناك قوة تدعي السياسة ولديها أذرع مسلحة مهيمنة على القرار السياسي في العراق مسيطرة على مقدرات البلد نعب ثرواته لا يمكن لها أن تتنازل للذين يدعون الإصلاح أو يدعون الاستقلال والمستقلين فهذا صعب جدا صعب جدا إن لم تتحقق بإرادة شعب حقيقي التغيير شامل لهذه العملية السياسية لا يمكن الإصلاح من داخلها نعم أشكرك دكتور رافع الحقيقة هذه القوة السياسية بإعادة تدوير وتقديم نفس الوجوه السابقة المرفوضة التي هجمت المالكي العامري الأعرجي الخزعلي والآخرين الحقيقة إنما هي تقدم هناك من يقول تقدم خدمة ووقود مجاني للثورة الشعبية قادمة الحقيقة هؤلاء كأنهم يدفعونهم بالثورة يشعلون الثورة بهذا العناد أو الغباء الذي أنت أسميته أو العماله فعلا هؤلاء يصبون زيتا على نار مشتعلة فعلا هذا حقيق هذا وصف دقيق جدا جدا لكنهم يعتقدون أنه هذا الكلام الذي تتحدث به أنت محقيقي لأنهم يعتقدون أنهم مالكين الشعب وقدرتهم بالسلاح والميليشيات قادر أن تحكم الشعب والشعب لا يمكن أن يخرجوا لكن خرجوا عليهم مئات الألاف بثورة تشريين نعم يقتلوه وقتلوا ألف واحد وجرحوا 30 ألف واحد بثورة تشريين وهم يعتقدون هكذا لكن لا ينظرون إلى أبعد من أقدامهم موضع أقدامهم هذه القضية لا تقاس بهذا الشكل هذا الشعب قدم هذه المرة وقف بساحة التحرير وقف معرفة وين بساحة المعرفة الحبوبي المرة الجاية وحاسب ما الشعب يدرس خياراته في المرة السابقة دكتور حقيقة المتظاهرون يعني اقتربوا من أسوار المنطقة الخضرة نعم وكان واحد من الأخطاء الكبيرة التي حصلت في ثورة تشريين عندما توقفت وكانت تعتقد أن وقوفها في هذا المكان سيؤدي إلى نجاح الثورة لا الثورة كانت بمدهة بموجاتها كانت تمضي في طريقها وتنهي كل الموضوع في ساعات لا يمكن أن تستمر عندما تتوقف تعطي فرصة للطرف الآخر ليجر أن فاسق لكي يتدبر ببطش وتنكير زموية فائقة ما أنت تدفع الثمن في كل الحالات كل الثورات تدفع الثمن كل الثورات تقدم تضحيات أنت قدمت التضحيات لكن لن تحقق شيئا أنت قدمت التضحيات وحقق الهدف الذي تريده ما هو هدفك ما هو من طلع وذول الشباب الحلوين الرائعين قالوا الريد وطن الريد ناس تحكمنه بطريقة وما الريد هذه العملية السياسية هذا اللي هو وحرقوا مقرات الأحزاب وهذه كانت الحاضنة اللي يسموها الحاضنتنا الشيعية هذه الكذبة الكبيرة وإذا بهم كلهم يخرجون عليهم هذا اللي رادوه الشباب الحلوين لكن هم توقفوا معتقدين أنه عندما توقف في ساحة العبوبة على جسر الزيتون في ساحة التحرير ما عرف وين في ساحة النجم في ساحة ثورة العشرين سيهز عرش النظام لا يهز عرش النظام أنت الطيطة فرصة أن يتنفس وأن يحرك ميليشياته يقتلك هذا وضع حقيقة وضع يعني غير صحيح وهذا اللي أقوله أن الثوار الآن على المستقبل الآن بترشيح هذا الموضوع نعم ما هو هذا الثوار الآن درسوا هذا الموضوع نعم هم أكثر ذكاءا من أتباع السلطة هم أكثر وسارقيهم بخطوات بعيدة جدا جدا هم لا يدركون هؤلاء الذين في السلطة لذلك أنا أسميهم أغبياء لا يدركون أن الشعب أذكى منهم بكثير وهذه الدروس درسها زين ويعرف أنه في المرة القادمة موجته هاي الكبيرة لن تقف عند حد ستذهب إلى أبعد من هذا وستنهي ويقدمون التضحيات من أجل هدفهم هذا واضح جدا وهؤلاء لا يفهمون هذه القضية أريد أن أقول أنه يعني مثلما هي درس وقود مثلما حضرتك قلت للشباب هي في نفس الوقت هي درس لمن يدعمون هذه العملية السياسية ويدعمون هذا النظام وأنا أقصد دول المحيط العربي ودول المحيط الإقليمي عليهم أن ينظروا بعين ثاقبة لهذا الوضع لو أن الثورة شعبية كاسحة عارمة تسورت المنطقة الخضراء ووصلت إلى المنطقة الخضراء تعتقد هذا الإقليم القوى الدولية والإقليمية التي تدعم هذا النظام منذ عشرين عام ستسلم وتتسلم نعم لعدها ستسلم عندما تحدث أنت ثورتك ستسلم وستؤيدك هذه منتهية وبما فيهم حتى الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدولة التي فعلت كل هذا ستؤيد ما سيحصل لأنهم في كل الأحوال يريدون أن يشتروا النظام الجديد أن يتقربوا من النظام الجديد بكل الأحوال لكن دعني فقط أكمل هذه الفكرة هذه الأحزاب هذه الشخصيات التي لعبت ودخلت الانتخابات الأخيرة انتخابات المبكرة هذه ذهبت إلى دول كثيرة في الإقليم وتحدثت معهم بلغة في غرف سرية وفي غرف مغلقة عن قدرتهم على تغيير الوضع لصالح هذه القوى أو تأمين هذه القوى الآن كل هذه القوى عليها أن تراجع أن هذه القوى التي جاءتها وهذه الشخصيات التي جاءتها كاذبة لا تستطيع لأنه بدليل يوم أمس أحد القيادات من قيادات التنسيقية قال أنه كل الاتفاقات التي عقدها مصطفى الكاظمي مع دول صغيرة مثل مصر والأردن وغيرها وغيرها سنلغيها ستلغى هذه لأنه لا تفيدنا لا تعني شيء هذه دولة لا يمكن للوثوق بها هذا نظام لا يمكن للوثوق بها هذا نظام لا يمكن تأييده إذن أنت عليك أن توجه ووصلتك كدول أقليمية وعربية إلى القوى الشعبية ادعم الشعب هو هذا اللي يحقق الثورة التي تحميك وتحمي العراق عندما ودائما ما أقول نظريات حارس المرمى حارس المرمى يدافع من أمام المرمى لا داخل المرمى هذه الدول يجب أن يتدافع عن نفس من العراق دافع عن نفسك في إحياء العراق مرة أخرى الوقوف مع شعبه مو مع نظام متهالك طائفي مخرب يتنازل عن كل شيء في لحظة واحدة هذا هو الحقيقة مو تدعم هذه القوة هذا الوقود اللي أنا أعتقده مهم للشعب على ذلك الوقود دكتور نوري يعني هذا العناد أو الغباء السياسي بترشيح أسماء منبوذة ومكروهة الحقيقة والرأي العام في العراق يعرفها ممكن فعلا يشعل ثورة ثورة تشريب من جديد وممكن أن تصل الأمور إلى أن هذه الأسماء كل القوى السياسية الفاسدة من الممكن أن تكون في قفص الاتهام خلف القضبان في محاكمات قضائية وقانونية على جرائم القتل والانتهاكات والتهجير والتغيب والميليشيات هذا السيناريو متوقع ومتخيل بالتأكيد سيد ماجد هذا متوقع ومتخيل وعليهم انتظار الوقت حقيقة يعني هؤلاء الفاسدون عليهم أن ينتظروا عامل الزمن وليس بعيد جدا قريب جدا الحوامل التي جاءت بثورة تشرين ما زالت قائمة بل تحمقت وزادت من حقنا من احتقان الشارع تصرفهم بهذه الطريقة في عادة التدوير وكذلك يعني نتاج الانتقابات هذا كله يعني زاد احتقان الشارع زاد رفضهم حتى شوف استلماج إذا تسمح لي حتى موضوع عدم قدرتهم على ترشيح أو إخراج قادة جدد أسماء غير معروفة لهذه المواقع أو المناصر هي بسبب عزتهم الاجتماعية يعني الواقع الحال ترى هما ما عدت قواعد اجتماعية بالتالي من تجيهم قادة جديدة يعني كل ما موجود لديهم بالعامية نقول اللوقية خلنحشيها بكل صراحة فما عدتهم هذه القواعد الجماعة يجوا لرفع مظلومية كبرى عن الشعب العراقي لإخراجها من هذا القفص الكبير الذي كان موجود فيه كيف ما عدتهم قواعد شعبية أبدا المجتمع العراقي رافضهم بالكامل رافض قوههم السياسية المتحزبة رافض تصرفاتهم التي يمارسوها بشكل يومي بالشارع وبدوائر الدولة الشعب رافضهم بالمطلق لا ينتمي لهم حقيقة يعني النتائج الانتخابات خير دليل التصرفات اليومية امصاتنا الى نبض الشارع من خلال حديث المواطنين كل هذا يؤكد على انهم حقيقة في عزة اجتماعية هم صحيح الان مهيمنين مسيطرين على السلطة التشريعية والتنفيذية على القرار السياسي العراقي متماكدين من خيرات البلد ناهبين للثروة هاي كلها صحيحة وهالي المواطن يعرفها قام يعرف هؤلاء سعيهم مو لبناء الدولة لنهب هذه الخيرات الدولة لتضخيم رؤوس اموالهم وليس لتضخيم رأس مال الدولة وبناءها بدليل انه ما يكن مدارس ما يكن مستشفيات ما اكو شوارع جديدة معبدة بطريقة صحيحة حتى التكنولوجيا الحديثة اللي جاء تدخل لو لا استغلال رؤوس الاموال بالكسب السريع من هذا الشعب المسكين الفقير المضطهد المغلوب على امره ما انتشرتهم ايضا هذه وسائل يعني التكنولوجيا المتطورة ولكن هذه السبب مصطحتهم لنهب ما موجود في جيوب المواطنين ايضا دكتور رافع الحقيقة حتى في المرحلة التي مضت نتحدث عن قضية تقديم يعني شخصيات او وجوه جديدة تكنقراط اكاديميين تقنيين فنيين حتى الذين اتي بهم من غير هذا الاطار الحزبي الطائفي الذي موجود او الاطار الميليشيوي الحقيقة وطبعا يعني وضع على رأس مؤسسة على رأس وزارة انتهى الى نفس ما انتهى اليه الحزبيون الطائفيون الفاسدون لم يتغير شيء حتى مع وجود الان لو استقدموا وجها جديدا قادم من اين من اي من اي اطار الحقيقة سينتهي الى نفس ما انتهى اليه الفاسدون الطائفيون الموجودين هذا الطبيعي هذا الطبيعي جدا جدا لانه الاطار العملية السياسية هكذا تريد انت لا تستطيع ان تعمل بلد كل فاسد وانت تعمل بنزاهة لا يمكن ان يكون شاذ حالة غريبة لا يمكن قبولها الاطار لا يقبل لا يرفضها يعني مثل ما تزرع في جسد واحد كليه او قلبه ويرفض الجسد يخلص يموت هي هاي القضية القضية انه هذا الاطار لا يمكن ان تجيب لواحد تكنقراط تجيب لواحد يفتم تجيب لواحد لا يمكن ان يعيش لذلك ان نقول دائما ما نقول عندما احد يتحدث انه نروح للعملية السياسية هذا يضحك على نفسه ويضحك على الاخرين لو موهوم لو هو طامع باموال طامع بجاه واموال وهذه حقيقة لانه بالتالي هو سيكون مثلهم ما هو هذا شروط اللعب في هذه العملية السياسية هذه الشروط ان تكون فاسد ان تكون مخرب ان تكون طائفي ان تكون مو مخلص لوطنك ان تكون اجيرا للاخرين تقبل بضوابط العملية السياسية يدخل بيها عندك ضوابط انت تصادم غير مقبول غير مقبول يطلعوك ارهابي ويطلعوك كذا ويقتلوك هذه الحقيقة وبالتالي انت تصل الى نتيجة ما هذا الوطن اللي بيززوجون عشرة ويطلقون بنفس اليوم ستة اللي يدخلون عشرة للمدرسة وستة يتصربون اللي يدخلون للمستشفى عشرة ثمانية يموتون شنو هذا ما هذا الوطن يعني بالتالي او مدين مدرسة ابتداية بالناصرية يبيع المخدرات طلابه مثلا مثلا النساء اللي ينتحرون النساء عشرة نساء ينتحرون باليوم الواحد وخمسين رجل ينتحرون ويرمون نفسهم بوش شاط ويجي عادل عبد المهدي يقول مين يرمون نفسهم يقول مين هذا الجسر عل السور ما للجسر هذا العلاج مال هذا المنطق اللي يتعاملون بي مع الناس وبالتالي ليس هناك وطن لا يريدون وطن يريدون مكان جزر متباعدة متناحرة ببوصلات مختلفة وهذا الشعب يرفضها لذلك ثورة الشعب قادمة وهم أغبياء لا يدركون أن الثورة قادمة وستمحوهم شكرا دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وشكرا لضيفنا اضعا على سكايب الدكتور نوري حمدان الكاتب الصحفي كان معنا في حلقة الليلة من طاولة حوار بحثت في تدوير قوى العملية السياسية لنفس وجوهها وشخصياتها الفاسدة والمتهمة بالقتل والتهجير لتولي تشكيل ورئاسة الحكومة القادمة إلى أن نتقي في الأسبوع القادم في أمان الله